ليه دايماً إحنا ما كانش عندنا نظرة متوسطة ما في علاقتنا بالحكام كل حكام إحنا زي كده ما بيتقال في النصر صلاح الدين إما البركة حالاً أو اللعنة حالاً إما أنه قديس أو شيطان لا قديس ولا إبليس إنها ما حقول لك حاجة عندنا في مصر حاجة وسيطة اسمها قادة الرأي هم أولئك الذين يلوزوا بهم العامة إذا حل بهم خطر يجروا على بيت الشيخ عبدالله الشرقاوي كانوا يجروا على الشيخ الخراشي كده يكون تاني شيخ أزهر يا خراشي يا خراشي لأنه بيلجأ إليه بيلوز به بيعتصروا بالأزهر الشريف ويذهبوا إليه فأنا عايز أقولك أنه لم يكن أبداً في يوم من الأيام هناك إحساس بالتعامل المباشر مع الرئيس أو الحاكل وكانش بشوفه ما كانش فيه صحافة منتشرة وطبعاً ما فيش تلفزيون ولا راديو إحنا دلوقتي أنت عارف أي رئيس وسكناته وطريط أصدوبه ولذلك الكارزمة لم يتم صناعتها إلا في ظل التطور التكنولوجي اللي خلاك تشوف الرئيس يعني بدعاً كده من إيزن هاورد وظهر تلفزيون ولا حد ما يمكن ترومان بدت تحس أنه فيه شخص عصر النجوم تحبه أو تكرهه أيها النجومية تتكون لكن طول ما أنتم كنتش شوفت الحد ما تعرفوش خالص وكانت دايماً كلها مسائل بقى غيبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر